ما يروج له الحوثي فقط هو لإظهار القوة حتى أن آخر الأخبار أمس في وسائل الإعلام الحوثية تقول بأن المفاوضات بين صنعاء والرياض تعتبر الصنعاء هي الطرف الأقوى هكذا يصفون هذه المفاوضات هل بالفعل يوجد مفاوضات أم لا؟ هذا ما يريد أن يفهمه المواطن اليوم لا 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 يوجد مفاوضات وإنما هناك حديث عن خفض التصعيد حتى عبد الملك الحوثي نفسه يتحدث عن ذلك لا يوجد مفاوضات ولا يوجد اتفاقيات إطلاقا بالمطلق وماذا يحدث في عمان إذن؟ هناك فقط الحديث كان تحاول عمان أن تعمل على تقريب وجهات النظر وتريد أن تجعل الملشيات الحوثية طرفا من المملكة العربية السعودية طرفا في ذلك لكن المملكة العربية السعودية كانت هناك توقف واضح لا يجب أن يكون هناك حوار بين المملكة العربية السعودية والحوثية مباشرة على اعتبار أن السعودية طرفا في الحرب لذلك طلبت بأن يكون الحوار مباشرة مع الحكومة اليمني ومجلس القيادة الممثل الشرعي لليمنيين والشعب اليمني وبالتالي ذهب المبعوث الأممي إلى رئيس مجلس القيادة وهناك محاولات عمانية من الأساس أصلا لتحييد القانب اليمني وربط الملشيات الحوثية طرف المملكة العربية السعودية طرف وبالتالي فهمت المملكة العربية السعودية ذلك الآن ما يحدث في عمان في الوقت الحالي هو فقط مقرد محاولات حتى المبعوث السفير الهولندي في اليمن قال بشكل واضح يوم أمس عندما زار مأرب قال بأن المجتمع الدولي وصل مع الحوثيين إلى طريق المسدود قال لقد زرت صنعاء وحاولنا أن نتحدث مع الحوثيين بكل أريحة من الذي تريدونه ماذا تريدون لكي تتفاوضون مع الحكومة اليمنية وتنهون السلام قال طلباتهم متطرفة هم غير قادر للسلام ولذا المجتمع الدولي وصل معهم إلى طريق المسدود وهذا يعني أن ما يحصل في عمان هو مقرد محاولات الهدف منها إطالة أمد الصراع إطالة أمد التفاوض حتى يتم الوصول إلى حالة يعني يأس كبير لدى من الشعب اليمني يأس من القيادة السياسية ومن ثلاثا بمجلس القيادة الرئاسي هنا كان ميم عمل دقوب يراد منه عمل دقوب لإدارة الأزمة ومن ثلاثا من الشعات الحوثية على يعني في اليمن